السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سنصح لكم الفرد الأول في مادة الاسفتيل الثالثة عيدادي للطورة الأولى بالنسبة للناس التي تقرأ بالفرنسي الفيديو اللي فات كنت خصصته للناس التي تقرأ بالعربية ومن هذا الفيديو فعوة موجه للناس التي تقرأ بالفرنسي إذن يمكن لكم التالي سترجعون ماديش أخرى من الفرد اللي سنوفرها لكم على الموقع الواتخوة www.jamiat.org.com سنقرأ لكم الرابط اللي سيكون فيه التمرين والملخصات والفروض الخاصة بهذه الطورة هذه اللي ستكون في الفرد الأول سنقرأ لكم الرابط في الوصف للفيديو أو في أول صليق إذن نبدأ على بركة الله نبدأ بالتمرين الأول على جوجد النقات كالكدوني لمون كوريسبوندون الشاك ديفينيسيون بمعنى أنهم هنا في هذا الأسطور يعطينا مجموعة من تعريف دير شي ظاهرات معينة أو مصطلحات علمية نحدده علم كيدويو يعني مثلا تصدر هذا كله يعرف لنا واحدة طاهرة معينة نحن نقرأ ونفهمه ونعرفه علم كيدويو ونكتبه لهم الاسم هذه الطاهرة مثلا بخصيسي بلوكيل نتخيمو كيت الانتغيير للانتستان بغل السن أو اللامف الزمال العمليات التي تغادر من خلال المواد اللقيت ونحن نتخيمو وقد تدوز الدم واللنف ما هي في نظراتكم؟ حالي الامتصاص المعاوي الأبسوربسيون انتستينا ثانيا سبستانس أورغانيك كاتاليز بيوشيميك بمعنى مادة عضوية التي تحفز التفاعل الكيميائي الحياوي بيوشيميك ما هي هذه المادة التي تحفز التفاعل الكيميائي الحياوي؟ بيوشيميك الزمال لأنه التفاعلات الكيميائية التي تحفز على مستوى الأنبوب الهضمية تقوم بهم أنزيمات الهضمية التي تكون داخل الأسارة الهضمية بالمالادة تقوم بها كارنسة كالسيوم فوسفور و فيتامين D مرض خاص بالنمو التي تأتيجها نقص في مدين الكالسيوم أو في الفوسفور أو فيتامين D المرض الغذائية كارنسة أليمونتائية التي تأتيجها نقص فيتامين D أو الفوسفور والكالسيوم هي الكوساح الكوساح هو الفاقة الغذائية التي تأتيجها نقص هذا هذا إذن سأكتبون اليوم هنا لغة الشيتيزم لغة الشيتيزم بالفرنسي والكوساح كالسيوك ديجيسيف بخضوة بارلوفوة يعني عسارة هضمية تنتجها الكابد ما قلتم معي في الدرس ديجيسيون تعرفنا على مجموعة من العسارات الهضمية ومن ضمن هذه العسارات التي تعرفنا اليوم تعرفنا على الصفراء أو اللابيل وهو المال التي تفرز المرارة وقلنا بالله هذا المال الذي يتجه يتجه الكابد إذن هنا سأكتبون لهم لابيل سأتركوا التمرين الثاني على ثلاثة النقاط كالسيوك سلينياليزافيغمسيون اكزاكت اكويجي سالكي صون انكزاكت يعني ستطر على العبارات الصحيحة وصحح العبارات الخطأة نبدأ بالعبارات الثانسيوك أميني لا يتجه العبارات الثانية قال ليزاليمون سوبيس إن ديجيسيون كما تخضع الأغذية إلى حضم كيميائي ديجيسيون هذه العبارات صححة وأخيرا ستقولون في الفيديوهات السابقة قلتنا بأن الأغذية تخضع الأنواع ديجيسيون ولكن هنا في هذه العبارات لا يتجه فقط وعندما قلتنا بأن تخضع الأغذية ديجيسيون 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 خطأ وبما أنهم خلوهم ستكون صحة ونستطيع قال السكوربو السكوربو هو واحدة الفاقة غدائية اسمتها الحافر بالعربية يكون مالادة لديها فيتامين هذه عبارة السكوربو لديها نتيجة نقص في فيتامين A إذن سيكون السكوربو يكون مالادة لديها فيتامين فيتامين سوك ديجيسيون سوك ديجيسيون سوك ديجيسيون سوك ديجيسيون خطأ لماذا؟ لدينا العصارة الضمية لا تحتوي الأنزيم وهي الصفراء إذن سيكون سوك ديجيسيون سوك ديجيسيون سوك ديجيسيون لا تحتوي بمعنى السم هو سوء تغذية بإفراط يعني نتيجة تغذية المفريطة بشارة أو بشارة و هذه معلومة صحيحة سوف ندخل الثلاث لدينا نقوم بمعنى بمعنى الوثيقة التالية تتبع لنا واحدة البنية مهمة في الأنبوب في هذا ميجيسيون كيف ترى هذه هي هذه و هنا ثلاث تبع ثلاث سأقوم نقوم سؤال سواء ثلاث الموض ثلاث سأقوم ثلاث ثلاث سأكتب تتخ ثلاث سنبدأ بشهرة لا تجد أيضًا التف licensed على كل شيء تحتاج طائر معاوية أو الصمامة النقصة كيف تكون دائرة تكون هنا في الوسط لا يوجد عرق الأول ولكن في الجلدة تكون مغطية بصغب هذا الصغب يسمى بالخاملات المعاوية كل الصغب يوجد عرق وسط منها العرق ديال الثم واللنف ديال الثم في هذا العرق يأتي من هنا لكي يشد هذه المعاوية يعني يأتي خاوي ليس خاوي 100% وإنما في مواد قليلة لكي يضرب دورة هنا لكي يسولي عمراء المعاوية لكي ينقل لهم وهذا ما نقول لكم الخططات التي نصوب لكم ونضعها لكم في الموقع لأنها ستعاونكم بسبب هذه الخططات ستعاونكم لأنها لا يوجد تلك الأشكال فقط لأنها لا يوجد تلك الأشكال لأنها تضربة لأنها تقوم بسبب كثيرا لذلك نعرفنا على هذا الشكل وقلنا بأنها فلوتيت سوف نكتب له استكتبار فلوتيت سوف ندخل سوف ندخل هذه الخانة لدينا هذه الخلايا المعاوية سلول انتستينال تسمى سلول انتستينال تستطيع ان تكتب لهم سلول بالنسبة لهذا العرق بالنسبة لهذا العرق الزرق يسمى كابلاغسانغا وحتى هذا الحمر يسمى بنفس الاسم نرسم لهم التخاجي كما ترون معي تضربوا في هذا الخاملة المعاوية ويدخلوا ويدوزوا في هذا العرق الزرق سوف نكتبوا لهم تضربوا في هذا الخاملة المعاوية كما ترون وفي الداخل الزرق سوف نضربوا في هذا الخضر أو في نفس العرق كما ترون لهم التخاجي سوف نضربوا في هذا الخاملة المعاوية كما ترون سوف نضربوا في هذا الخاملة المعاوية كما ترون سوف نضربوا في هذا الخاملة المعاوية لنا من المتحدة المعاوية ونضربوا في هذا المعاوية ونضربوا في هذا المعاوية يتمثلو بالخط المقاد كيف ما كتشوف نزيد نزومي لكم هذا اللقس هذا يمثلنا لدستانسة بارتيخ دول البوش كما يمثلنا هنا المسافة بالسنتيمتر بداية من البوش هذا النقطة السافر يتمثل البوش وانت غادي خمسين هذا وانت بارك داخل وسط الامبو بالهضو واخد ابا نقرأ السؤال الأول كالكديك خيغ لي variations على استعمالك وانتبا وانتبا مجددا يتمثل يتمثل تغيير كمية وانتبا 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 هذا اللقس كانت طويل وانتبا وانتبا إذا ما قلونا بداية من 75 سنتين نوصف لهم ماذا يترى هذه الأمينية والبروتيتات بداية من 75 سنتين إذا نرى من جهة 75 سنتين هنا سوف تكون هنا هذه هي 75 سنتين هنا في PC لا يوجد المستارة ولكن الآن سوف تعمل المستارات فهمتم؟ إذا كما ترى معي في 75 سنتين تبدأ من هذا تغيير في الكمية تغيير في البروتيتات بداية من هذه البلاثة وكيف تلاحظوا أن البروتيتات بداية من 75 سنتين وهي تنخفض حتى الـ 250 سنتين من بعد 250 سنتين تختفي أما بالنسبة للإزاسية أمينة فلا كانوا قبل وإنما بداية من هذا المسافة 75 بدأوا بدأت الكمية في الارتفاع إلى حدود وكيف تغيير في البروتيتات وكيف تغيير في البروتيتات وكيف تغيير في البروتيتات بينما البروتيت الـ 60 أمينة هي بداية من 75 سنتين سؤال الثاني سؤال الثاني مصدر على هذا المسافة كيف تحدث نقف هذه الـ 60 أمينة بنائها المعطيات في هذه المعطيات فالمصدرهم هم البخوتيات حيث إذا جاءنا نرى من المسافة الصفر حتى الـ 75 سنتيم لا يوجد الاسد أميني وإنما عندما بدأوا البخوتيات التي تنقصوا بدأت تساعد الاسد أميني كتبان إذن المصدرهم هو البخوتيات ثالثا نقول لك نحن 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 نقص الاسد أميني ونحن نقص الاسد أميني إذن هنا يقول لنا زي ما نعتمد على البيانات التي لدينا في هذا السلول ونحدد اسم العضو أو العضو الذي كان فيه الإزازة أميني إذن كيف سنحدد العضو الذي فيه الإزازة أميني نحدده من خلال الطول إذن يجد أن الإزازة أميني يبدو كبانه في مسافة 75 سنتيم فنحن نأتي إلى هذا الطابل ونرى وان يجد أن الإزازة أميني في سلولة مانا إذن كذلك إذن هنا بمانا بتطبيق 25 سنتيم وإذن الإزازة أميني يستطيع 25 سنتيم هذا 25 سنتيم ستكون هنا و 25 سنتيم ستكون هنا إذن هنا كبسالة البلاسة ديال الاستومة تقريبا في هذه البلاسة من بعد لدينا الانتستان قيل في 780 سنتيم يعني بداية من انتهاء البلاسة ديال المعدان وانتغادي كتر من هذه المسافة اللي يدير لنا في الميبيان أصلا إذن كيف ما تشوفوا البلاسة الإطلاق تسللت بها المعدان وبدأ فيها الطول هي البلاسة التي تصبح فيها أحماض الأمينية إذن أحماض الأمينية فيما يوجد المعدة؟ لا، لأنه لا يوجد المعدة في المعدة إذن يوجد المعدة في المعدة نقوم بتمرين أخرى هذه الوثيقة تتوضح لنا كمية الأحماض الأمينية لأنها تكون أمينة في الدم في واحد المنطقة تسمى أو في واحد العضو كما تسمى ذنبورت بناء على هذا الشرح الذي يجب أن تكون هناك ذنبورت هي واحد العضو يربط معه التقيق لانتستانغيل والكبد عند الصيام وبعد الأكل يعني الكمية الأحماض الأمينية في الدم في البلاسة وانتصايم وكذلك وانتواكي كيف حالك؟ هذا الدول هذا كما ترى معي هذا الدم هو داخل الأمينية وهنا الدم هو خارج من البلاسة وهي الجدار المائي الدقيق وهنا نقوم بعمل كمية الأحماض الأمينية في لتر واحد الدم بالنسبة لما لا أفهم كيف نقصده بالدم هو داخل البلاسة وهو خارج منه كل بساطة كنت تعرف أن الدم يضح في الدات كما له تقل على الغرف جدار المائي الدقيق ويستخدم بلاسة والله ما الذي يدخل الماء الدقيق؟ كيف يدخل من الجدار المائي الدقيق؟ لماذا؟ لأنها في الجدار المائي الدقيق ترى بضبط eramتصاس ويجب أن يدخل؟ وهو يدخل بالضبط في العروق في الخملة الماءية في الأمينية في الدم والتتمس وترى بالضبط كذلك كذلك؟ هنا نعمل الى الدم أثناء صيام وبعد الأكل بعد الفطور وعدنا الدم وخارج من الجدار المعاوي أثناء الصيام وبعد الأكل لكي نفهمه بعدها على واحد القضية فالدم من اللي يكون داخل الجدار المعي التقيق لأنه تخيمه اللي تكون فيه تكون ناقصة حيث وراء أصلاً جاي بشي يأخذ يعني خاصة الدم بعدها ما يكونش عنده بشي يأخذ فهمتي عما فاش تكون الدم خارج من الأبعوة التستنية ديك سعارة كونتا دكشي اللي القافل جدار المعي التقيق هذا هو النوتريمو هذا يجب أن نفهمه لكم إذن قلق هنا في التمرين الرابع قلق كمparer la quantité d'assiette aminé دون le sang en tron et sort de l'assiette de l'intestin avant et après l'alimentation قلق هنا ستقارن ما بالكمية الأحمد الأمينية في الدم وهو داخل وخارج من المعي التقيق قبل وبعد الأكل فهمتي كيفما تشوف قبل الأكل أثناء الصيام كتكون كمية الأحمد الأمينية في الدم هي 0.4 في كل في كل يترك كل يترك الدم داخل هذه البلاصة وانت صايم نكسها تكون فيها 0.4 جرام وهي خارجة ومن بعد ما كتاكل وهنا كنت ندوية الناس على الدم وهو داخل يعني الدم لما يدخل الجدار المعوي ديالك وانت كتاكل وهو داخل 0.4 جرام أما الدم وهو خارج أثناء الصيام كيف ما دخل كيف ما خرج يعني دخل 0.4 وانت صايم وخرج من الجدار المعوي التقيق وانت صايم 0.4 جرام هذه شيء طبيعي حيث انت صايم أما من بعد ما كتاكل فالدم وهو خارج من بعد ما التاكل يخرج بـ 0.7 جرام نقول لهم هنا قبل الاليمنتازion الاقوان الاسد اميني دون الاسد انتخن وانتخن لا تغير اميني 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 الاسد اميني دون الاسد اميني اميني قبل الاكل الكيمية الاسد 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 الدم ودخل وخارج لا تغير كيف ما ما لاحظنا هنا ولكن من بعد ما التاكل فالكمية الاسد 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 في الاسد هو خارج ماشي داخل هو خارج هو خارج فقط كالزد قلق expliquer ce phénomène ce phénomène peut être expliqué par l'hypothèse suivante الاسد الاسد اميني ce sont des proteides ou proteines digerées mais lorsque vous obtenir de manger les aliments ne seront pas disponibles pour l'absorption intestinal الاسد الاسد هي proteine او la proteid مهضومة ولكن من التي توقف على الاكل كالصيام على سبيل المثال ce n'est d'am m'a 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 نقص في فيتامين ا ولاحظوا ان هذا الفئران الذي اعطوهم تغذية فيها نقص فيتامين ا ان هذا غياظ غياغ ترى لهم اختلال في النظر هذا الشيء الذي لا تراش للحيوانات الاخرى اللي اعطوهم تغذية طبيعية ولكن بعد ما ضافوا هذوك الفئران اللي كانت عندهم تغذية غير طبيعية وترى لهم دكشي في عينهم اللي اضافوا لهم دهون حيوانية غنية بفيتامين ا هذه الساعة قدروا يسترجعوا القدرة البصرية ديالهم السؤال الأول كيف نعنى بهذه العبارة لالليمونتاشون كارنسة فيتامين ا اذا هنا سيكون جاوب كالتالي لالليمونتاشون كارنسة فيتامين ا سنفية كوستة الالليمونتاشون يديزيكيليبري زيما غير متوازنة كيف سنة السؤال الالليمونتاشون يعني هما العواقب او الآثار السلبية ديال هاد النقص فالعواقب دياله طبيعية الحال كيف مقرأنا في البراغراف ديال التمرين انه يدير اضطرابات بصرية ويستطيع السبب العامة السؤال لماذا نعنى فيتامين ا في البراغرافة البراغرافة لماذا نصنف البراغرافة في مجموعات البراغرافة الدائبة في التهون البراغرافة هي البراغرافة بالنسبة لما اعرف ما هي الفيتامين البراغرافة هي الفيتامينات التي تضب في التهون لا يوجدها غير A فقط فعقلها لها A D E K لأن الفيتامين A D E E K هم مجموعة من الفيتامين التي تضب في التهون الفيتامين البراغرافة لماذا الجسم يضب في التهون لكي يخزنهم وقت الحاجة فاكد الجسم يخبع في التهون لكي يحتاجهم لأن هذه الفيتامين مهمة بالنسبة له الاجابة ستكون بسيطة فقط ستبدأ غير من هنا لأن هنا قالوا أننا ضفنا دهون الحيوانية غنية فيتامين A لكي يسترجع القدرة البصرية إذا ستكون الجواب بغي من هاد البراغرافهات